القرآن المكي يعتبر ما هو معتمد في الشريعة منسوخ في الشريعة كان عقيدة القرآن راح يظل كذا يعني المكي والمدني راح يظل عقيدة ويظل الدراسة ويظل التعبد والتبرد لكن الشريعة كانت نسخة القرآن المكي لأنه أعلم مستويات الناس وأكبر من حاجاتهم نسخته لتنزل مستوى الناس في الوقت الحاضر المكي يكون هو العمدة بتاعة التسجيد التجنين تشريعني يعتمد على القرآن المكي اللي كان قبل منسوخ إذا اعترض مع المدني ما بكون ناسخ يعني قبلك لما اعترض المكي مع المدني المكي أصبح منسوخ خسع بيعترض القرآن المكي مع المدني المدني يصبح منسوخ القرآن المدني القرآن المدني يصبح قوالي متروك هو للعبادة وللتأمل وللعقيدة ولكل حاجة لكنه منسوخ في حق الشريعة فجاء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإذا انتهوا فلا عدوانا إلا على ظالمين بعدما كان النبي منهي على القتال ويبقى القتال أصبح في حق الشريعة القرآن المكي منسوخ الحاجة اللي احنا عايزينها هسة في حق الشريعة القرآن المدني يصبح منسوخ ترجمة نانسي قنقر